جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخلاة المستمعين يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول لاحظوا يا فضيلة الشيء أن بعض قراء القرآن عندما يقرأ ويكون حوله أناس يستمعون له فإنهم يرددون بصوت واحد قائلين الله فهل هذا الأمر مشروع أم أنه بدعة جزاكم الله خيرا هذا لا أصل له مصالة هؤلاء الذين يستمعون إلى أحد الكرة ثم يقولون الله الله هذا من التشويش ومن الإحداث الذي لا أصل له بل هو يخالف قوله تعالى وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الواجب على المسلم الذي يستمع للقرآن أن يصري إليه ويحذر قلبه وأن ينصت ولا يتلفظ بألفاظ تشوش على الحاضرين وعلى القاري ولا يتحرك بحركات تشوش عليه وعلى غيره بل يقطع الحركة ويقطع الصوت ويستمع لكلام الله عز وجل فإنه أرجى أن ينتفع بالقرآن وأن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى شكرا شكرا